السلام عليكم متابعوا الشقخيات والتفصيل كديرين لبس عليكم كنت مننا تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله في الفيديو اليوم سنشوفوا طريقة تفصيل هذه العباية التي تجيب هذه القصة في الأمام والحزام وكذلك تجيب هذه القصة في الفيديو اليوم سنشرحها معكم كي تشوفوا هناك تجيب بأزرار مخفية ممكن تجيبها بأزرار عادية يعني بالطرقات أو بأزرار عادية بينها أو بأزرار مخفية كي يبقى لكم الخطيئة بالنسبة للتوب هل سنحتاجون بالنسبة للبنات يعني الطاي مثلا 38 36 فهل ستحتاجون 3 متر فقط وبنسبة للطاي كبيرة ستحتاجون 3 متر ونصف إذا مثلا عندنا هذا التوب وبنسبة للتوب هو التوب ريحانة أو البرادة بالنسبة للتوب هكذا سيكون عندنا هذا هو العرض ديالتوب 1 متر ونصف والطول ديالتوب هو هذا اللي قطعتون تمام مثلا 3 متر ونصف أو 3 متر على حسب الطايد كل واحدة سوف نتصلوا أول حاجة لكي تعرفوا قانية ديال الظهر ودى الأمام سوف نتنيو توب كي تشوفوا بهذا الشكل هذا أول حاجة سوف نحيدو 6 متر كي تعرفوا اللي شوفت بالدرس ديال أو للفيديو ديال المرض الأزرار المخفي أو للمرض المزدوج فهو واحد الجيهة تكون فيها المرض 12 سنتيم لأنه يكون مضوبل وواحد الجيهة يكون فقط فيها 6 سنتيم ثم سوف نتنيو بهذا الشكل هذا الجيهة الأولى سوف يكون فيها 12 سنتيم نتنيو 6 سنتيم ونجيوه هنا كذلك نتنيو 6 سنتيم بهذا الشكل هذا نتنيو 6 سنتيم وهذه سوف تكون عندنا فيها 12 سنتيم لكي تفهموا البناتة نخليكم الفيديو ديال المرض الأزرار المزدوج لكي تفهموه مزيان لأنه ضرورة شوفوا باش تعرفوا الطريقة ديال ودفتو على التوب طريقة الخياطة وطريقة كذلك تفصيل إذن هنا سوف نفصل الظهر كي يكون مسدود والأمام القطعة واحدة كي يكون فيها 6 سنتيم ديال الأزرار والقطعة الثانية سوف يكون فيها الأزرار مزدوج فسوف تكون فيها 12 سنتيم الآن سوف نضع القياسات ديالنا مثلا عندي أنا في الكاتف 20 سنتيم سوف نضع 20 سنتيم في الكاتف هنا عندي مثلا تعطش دائل سنتيم الخياطة هي 20 سنتيم قياس القياس اللي عندي ندخل بـ 8 سنتيم ديال العنق وسوف ننزل الملكاتي في 3 سنتيم سوف نضع الطول ديال التركيز اللي هو 20 سنتيم وسوف نأتي من هنا وسوف نضع القياس ديال الصدر ونرسم هذه الزاوية قائمة ليس سهل علي رسم الدورة ديال التركيز من بعد مني سوف نفصل الظهر على الأمام سوف نفعل التعديل في التركيز سوف نضع طول ديال الحيزم طول الحيزم مثلا عندي 40 كل واحدة وطول الحيزم ديالها البنات وسوف نضع من هنا العرض الحيزم مثلا عندي العرض الحيزم 24 سنتيم للخياطة هي 25 سوف ننزل بخط وما تنسوش طعم الجواني بـ 2 سنتيم لكي لا يجوكم لجواني بطائحة هنا في العنق سوف ننزل فقط بـ 2 سنتيم حتى نفصل الظهر على الأمام سوف نضع العنق ديال الأمام سوف نقطع هنا بعد مما فصلنا الظهر والأمام القطع الفقانية سوف نأتي للأمام سوف نقوم بتعديل التركيز من بعد مما نحيضه الظهر سوف ندخل بـ 2 سنتيم هنا سوف نقسم التركيز إلى 2 سنتيم سوف ندخل بـ 2 سنتيم وفي العنق سوف نزل بـ 10 سنتيم فقط لأنه في الأزرار سوف نقطعهم سوف نقطعهم سوف نقطعهم من قطعتين القطعة في القانية سوف نضعهم هنا نفس القياس الذي نزلنا به في التركيز سوف ننزل من هنا سوف نبدأ القياس لأنه هنا الجهة مفتوحة سوف ننزل من هنا 13 سنتيم هذه القاعدة في مما العنق سوف نقسم هذه المسافة سوف نقسمها 2 ثم نقصها على 40 ستق سوف نضع حفظ المطلي في هذا الشكل هذا العرض كذلك في الدورة هذا المرفق هذا زائد سنتيم الخياطة ونصله بخط بهذا الشكل سنزيده من هنا نضيفه 1 سنتيم فقط ونضيفه هذا القياس 10 أو 15 سنتيم فقط ونضيفه نكمل الطول الكم مع زيادة سنتيم الخياطة طبيعة الحال ونفس العرض الذي لدينا هنا هو الذي سنضيفه بطبيعة الأسفل طبيعة المرحة من ذلك سنضيفه ونفعل هذه الجههة هذه نضيفه بطبيعة سوف تقوم بطبيعة القطع سوف نضيفه واسع طبيعة المرحة منذ التوب التي يكون هنا في طول مثلا او تخضيته 3.5 متر سوف يتبقى منذ مترين ونصف لأنه نضيفه في الطول القطع الفقانيه 40 ونزيد عليها طول ديالكم 58 اللي هي مثلا متر ستبقى لكم مترين وناس إذا اخذتوا 3 متر وناس كانت تخذتوا 3 متر فقط ستبقى لكم ستبقى لكم تقريبا مترين مترين فقط اللي ستبقى لكم إذا كنجيبوها كنجيبوها بحال هكا بنفس الطريقة لتنين المرض نحيدو 6 سنتيم للأولا ونديرو 6 سنتيم الثانية لأن الأمام والضهب جبين فيهم اللي بلي كنجيب حال هكا هذه القطعة فيها الامام واحد القطعة من الامام فيها 16 سنتيم وهذه فيها 6 سنتيم وهذه القطعة ديال الخلف سوف نجيبو ونحطوه بحال هكا القياس ديال الحزم هذا هو القياس ديال الحزم نزيدو عليه تقريبا 11 سنتيم ديال اللي بلي 10 سنتيم لأنه ستزدينه 10 سنتيم بكل جيهة بار كافية ونقطعو ونحطوه نحددو الطولة ديال الفوستان لوجو كوبم وبالنسبة للعرض ديال الفوستان من الأسفل نفس القياس اللي عندنا هنه اللي غد ديرو في العرض في الأسفل نقصوه نقصوه كيف مما تشوفوه ها هما القطع ديال الظهر والآمان من الانتبعو نفس القطع السفليه بالنسبة للقطع السفليه الانت على الوراق يعني لاجك اون انتم التوب مثلا ما بقلكم من هنا تحددو زيادة ديال اللي بلي فانتم هنهت فصلوا كل قطعات و vin 2 و 2 مواقعو تفصلوا ديال الامام بحديتهم و من بعد تفصلوا ديال الخرب مثلا انا نحطوا ديال الامام هوا كنحطوه هما المرد ديال الاذرار وهذا هو القياس على هذا القياس نزيده كذلك 10 سنتيم ونكمله الطول ونزلوه بنفس القياس هنا في العرض هنا نكون في الصناء القطعات الأمام هذه الجهة اليمين وهذه الجهة اليسار لان البناس بعد المرأس لا يكفي نشوف لكي نفصله على 4 فقد تديروها الطريقة 3 متر أو 3 متر ونصف فره كافية اخذكم تعرفوا كيف تعملوا معكم لكي تفصلوا قطعه مثلا لكتو قطعه قطعه القصة في الحزام فقط نفصله كذلك الخلف الخلف لا يكفي نصف القياس لكي نحيده لكي تشوفوا المرد الأزرر لأن الخلف لا يكون فيه المرد الأزرر المرد الأزرر صفي يحد هنا بهذا الشكل هذا ونحدد الطول سوف ندخل لكي نشرح لكم طريقة كيف تجمع البياسة او لكي تخيطواها كيف تجمع البياسة اذا هناك فيما تشوفوا اول حاجة هذا القطعه هذه القطعه الفقانية هذه القطعه وهذه القطعه وهذه القطعه في واحد نصف سنتيم يشتون البليات ليس كثيرين بزاف متفرقين حتى تشوفوا على نفس القياس الحزان ثم تخدمون ثم تقيسهم يعني البليات جايين في الموضل ليس كثيرين بزاف متفرقين من بعد ما تحصلوا عليهم تلسقوها مع القطعه يعني خياطة تديروا الوجه للوجه وتخيطوها مع الضهر بنفس الطريقة كذلك سوف نديروا القطعه السفليه حتى نديروا ليبلي حتى نحصلوا على هذا القياس وبنفس الطريقة البنت نديروا كذلك الأكمام نديروا القطعه ليبلي من بعد نشرح لكم الامام كيف يشتون الامام بالنسبة لمرض الأزرى مختلفين جيهة فيها 12 سنتيم و جيهة فيها 6 سنتيم نخليكم الفيديو لكي تشاهدونه أكثر إذا نضع الجيهات اللي فيها بـ 6 سنتيم نضعهم مع بعض ديتهم بحال هكا بهذا الشكل هذا مثلا الجيهة لأن الجيهة اليمين هي اللي تكون فيها 12 سنتيم مثلا هذه الجيهات اليسار نضعه بحال هكا غير هذا القياس لا نحسبوه سميته لا ندخلوه لا ندخلوه في ليبلي كتبقى خارجة يعني ستنى على 2 كيف يديروا بها الأزرار حال هكا كتبقى خارجة بحديتها هذا القياس فقط اللي تنديو له ليبلي هذا القياس هذا وهذه القطعه نديو له ليبلي على هذا القياس هذا كتبقى خارجة نفس الطريقة ندخلوه كدلك حتى الجيهة الأخرى وهي الجيهة الأخرى فيها 12 سنتيم ندخلوه 12 سنتيم كاملة لقد ندخلوه لا ندخلوه لا ندخلوه حال هكا وهذه الزيادات فقط هذه اللي ندخلوه لبلي اذا بعدما تركبوا القيطاع كاملين هنا بنسبل الفتحة الأزرار كيفاش ستديروا له الجهة اللي فيها 12 سنتيم والجهة اللي فيها 6 سنتيم ستشوفوها في الفيديو لأنني سبق لي اشرحتها على التوب من بعد ستجمعوا الكتفين ستديروا خياطة الكتفين بهذا الشكل هذا بعدما تقدو الأزرار نخيطوا الكتفين من بعد نخيطوا نركبوا الأكمام بهذا الشكل هذا من هنا نركبوا الأكمام نقلبوا بيسا بهذا الشكل والأكمام كذلك وكنخيطوهم كنجمعوهم من الجواني بحتى الأسفل نفس الطريقة للجهة الأخرى من الجواني بحتى الأسفل كتديروا العطفاء ديال الدورة ديال العبية من الأسفل وبالنسبة للتشطيب ديال العنق فانتو مغادي تديروا تشطيب العادي او تشطيب بشريط البيي كيفما سبق لي وشرحت ليكم اخليكم فيديو ديال طريقة تشطيب العنق مع الفتحة ديال الأزرار صافي وممكن أنكم تزينوا كما في الموضل تزينوا هذا الكم هذا بالأحجار كيجيشكل ديال وسبيون كانت أول فيديو ديال اليوم نتمنى أن الشرح يكون واضح و تكونوا استفتتوا منه لا تنسوش شاركو مع الأصدقاء ديالكم لا تنسوش كذلك الاشتراك بالقناة باش تصلوا بأي فيديو حطيتو كان بغيكم بزبزة بأماني الله انتلقوا فيديو جديد إن شاء الله إلى اللقاء موسيقى